طيب احنا عايزين بقى نتكلم فني شوية بلاش فني هو والله انا كنت عايز اقول هو احنا عايزين نتكلم وان كان يا جماعة صعب جدا نتكلم بشكل فني في ماتش زي اللي احنا شفناه النهاردة ماتش زي ما كان بيقول زملنا في الاعداد يعني كان دقيقة كورن تعالى فاول ودقيقة لعب دقيقة فاول ودقيقة لعب ودقيقة احداث غريبة من ودقيقة شماريف من الحكم ودقيقة الرابعة شماريف فحنا حنا حاول يعني نساعد بعض ونقرأ الموضوع فنيا يعني او على الاقل صوتنا كلنا يا جهاز حتى كريم رمزي شفنا ازاي الاجواء وهو عبيحاول ان هو ينقل الرسالة الاعلية بتاعته من كذابلانكا كلنا يا جماعة فكرة انت تبقى مشجع وتبقى مزيع دي حاجة صعبة جدا يعني على اياتي حال كنا نتكلم في ايه الواحد فنية الواحد فنية فنيا ازاي اريت الملعب يمكن هما كانوا بيتكلموا كريم ومحمد جمالي بيتكلموا في نقطة لما فيش هي الفرصة الوحيدة للنادي الاهلي والفرصة الوحيدة للوداد هي اللي جات منها الاهداف لكن لو بصينا في الاخر بالساسناء بقى اخر عشر دقائق او ربع ساعة للنادي الاهلي بعد اما الوداد خلاص فتح خطوطه وهاجم بكل دراوة عشان يحرز هدف تاني ويروح لدرقلات الترجيح لكن النادي الاهلي كان متاح ليه بقى كمية فرص يعني لو كان فيه هدوء وكان فيه تركيز شوية واهتمام من الخط الامام من النادي الاهلي دي برضو علمة استفهام يعني عبدالقادر والشريف الف مبروك يا جماعة مش هزين نتكلم على سلبيات النهاردة بس يعني احنا بتكلم اربع فرص انفراضات ما هقول لها لك حاجة ليه ليه احنا لازم نتكلم في النقطة حتى والنادي الاهلي كذبان لسبب لان ممكن في سانية في اخر سانية في اللقاء ممكن تحصل نتيجة هدف ضرب الجنزاء اي حاجة هنقو نفضل نتكلم هنا في السيديو ما لو كان بصها المين لو كان شطها في المرمع فالمنادي الاهلي الفترة اللي فاتت هجوميا بيقدي كواس جدا بيوصل للجنب بشكل كبير جدا لكن كان بيضيع برضو في الدوري او في بطولات افريقية كان بيوصل بشكل رهيب لكن بيضيع النادي الاهلي بن poquito فرص البطولات بتحسن يعني النهاردة النادي الاهلي حسن بطولة بضربة ساب لكن انادي الاهلي كان ممكن يرجع كذبان كمان بالنتيجة لكن اللي قدر الله لو كان هدف في اخر اللقاء كنا هنزع لكن لازم الراجل يقعد مع اللعيبة الخط الأمامي لازم يبقى فيه اهتمام شوية لازم النادي الأهلي من دلوقتي يفكر في مهاجم قوي النادي الأهلي أنا لسه عندي رأيي مع راشد كابتن أحمد لا لا هو فعلا هو دي معلومة يعني مش تحليل يعني دي معلومة في النادي الأهلي دلوقتي بيتواصل مع سترايكر صريح ويعني يا رب أنه هو يقدر يخلص مع أحد الأسماء المطروحة